دشن مركز البلاد للدراسات والإعلام أعماله بندوة ثقافية في مدينة مأرب إشهاراً للمركز وتدشين الدراسات الأولى له التي بعنوان مأرب وإيران وجهاً لوجه استعرضت الندوة الدورة العسكرية والإعلامية الإيراني في الهجوم المتواصل على محافظة مأرب والتناولات الإعلامية في وسائل الإعلام الإيرانية للمعركة المتواصلة التي تشنها أمليشيا إيران الحوثية على المحافظة منذ أكثر من عام من خلال الرصد والتحليل الذي كنا نقارن بين الزمن حينما كان يسقط صواريخ على مأرب الإعلام الإيراني الرسمي إضافة إلى اللوبيهات التي كانت تشتغل مثلاً مداخلات وإحاضات دولة إيران في مجلس الأمن أيضاً نشاط اللوبيه الإيراني في مجلس حق الإنسان كان يشتغل بشكل مكثف وموحد من أجل سيطنة النازحين في مأرب وبالتالي هذه كانت واحدة من أخطر المعارك التي كانت تدور في الكواليز قدمت الندوة التي دشن بها المركز أعماله الإعلامية ورقتين بحثيتين استعرضت نبذة تاريقية عن ما يسمى بالثورة الإيرانية وعوامل صمود مأرب التي شكلت حائط صد للأطماع الفارسية والتي تمثلت في وحدة الصف المقاوم للمشروع الإيراني وتغليب الولاء الوطني على الولاءات الضيقة بمختلف مسمياتها قد وجدت الدراسة أن هناك تدخل إيراني سافر وتحدي للقرارة الدولية خصوصا الفصل السابع وهذا ما أوصت به الدراسة أوصت الدراسة الحكومة اليمنية إلى أن تسلق المسلكة الدبلماسية وأن ترفع السف باتجاه ملاحقة إيران في المحافلة الدولية ابتداء من مجلس الأمن يعني أقل شيء يفعله مثل أوكرانيا الآن خرجت الندوة التي حضرها جمع من الإعلاميين بتوصيات دعت الحكومة إلى تقييم الأداء الدبلماسي والسياسي في مواجهة الخطاب والتدخلات الإيرانية كما أوصت الندوة وزارة الإعلام والحكومة إلى عقد ورشة عمل من أجل إعداد رؤية إعلامية استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال الإيراني محمد القليصي لقناة سهيل مأرب